السلام عليكم. اولنا بتاديت القناة كانت عبارة عن برجر وشاورمة وفرايت شيكين والحاجات دي. بعد كده قلنا داخلين ايه على الاكل الشرقي? كبدة وصجوء وحاوشي. بعد كده قلنا رايحين بالحلويات سينابون ودوناتس وبعد كده دخلنا في الضايت ونسوء انسودة وحاجات كده. فانا قلت ايه نرجع نريح شوية كده ونعمل فيديو برجر وتبقى مقارنة. مقارنة التال النهاردة كانت المفروض هتبقى بين ثلاث مطاعم. هارت اتاك وبازوكا وتشيكين فيلا. لما رحت هارت اتاك ملاقيتش عندهم ساندويتشات. لقيت وجبات بس لان كان عندهم ضغطيس جيد جدا. فاضطريت ان انا جيب بقى دا لهم بافلو برجر. وزي ما احنا متعودين في المقارنات احنا بنقارن نفس نوع الساندويتش او نفس الصن في يعني بنفس المكونات بكل حاجة من كل مطعم. بس ممكن يبقى فيه اختلافات بسيطة زي ما احنا عارفين. ممكن يبقى فيه مطعم عنده السوس الخاص بيه هو وطمعا مش هيبقى موجود فيه مطعم داني. ممكن مسا بيه خيار مخلل في واحد والتاني ما فيهوش كده يعني. فبتبقى فروقات بسيطة. لكن المين الحاجة السيحة هي واحدة. ولما الواحد طمعا في المقارنة هي الطعم. وبعد كده القيمة مقابل السعر. يعني هل حجم الساندويتش وطعمه مناسبين لسعره ولا لا? فقبل ما نبدأ الفيديو بقى يعني عملنا بقى لايك حلو كده اللي مش مشترك في القناة يشتريك فيها عشان ايه عينيك بقى بسرعة كده. ويلا بيا نبدأ الفيديو. اول واحد بازوك. بتحكي علي. بناش بجد والله بتصيره بتحكي. اول واحد. اول واحد معنا بازوكة. كيس بتاعه يعني هو كيس عادي جدا على اللوجو بتاعه. ادي هنا العلبة بتاعت الساندويتش. العلبة حجمها ضخمة جدا. ودي هنا الكيس اللي فيه البطاطس. ومعك كل ساندويتش بيجي معك كروسلو. هي علبة صغيرة كده يعني معلقتين تلاتة. وجايب لنا هنا الكسين من دول المناديل عليها اللوجو بتاعهم ده غير الجلافز. والشوكة اللي هي برضو في نفس الوقت معلقة زي بتاعة كينتاكي كده. فدي برضو حاجة كويسة طبعا. العلبة هنا بقى موجود هنا انواع الساندويتشات اللي موجودة في المطعم بحيس ان هو يكون ضغط له كده على نوع الساندويتش اللي هتا طالبه. هنا هو ضغط لي على نوع الساندويتش اللي هو انا اصلا مش جايب انا جايب اللي هو فهو يعني معلملي على حاجة غلط. تاني واحد برضو نفس الكيس بتاع بازوكة وعليه برضو اللوجو بتاعه. ادي هنا بتاع الساندويتش نفسه. وموجود ورا هنا انواع الساندويتشات اللي في المطعم. هنا هو معلم على كاوبوي باربيكيو. ده النوع فعلا لنا جايب. والفرويز اهي. في طبق كبير كده والباكتش بتاعه محترم. وجايب لنا هنا المناديل برضو عليها اللوجو وكاتشاب وشوكة. واخر واحد معنا هو بافلو برجر. نفس الكيس برضو عليه اللوجو بتاعه. هو كيس هنا فاضي فاكيد كل حاجة موجودة جوا هنا. وجايب لنا هنا برضو الكيس اللي فيه المناديل والحاجات دي بس مقفول كده انا مش عارف اين موجود جواه بالزبط. موجود هنا ويتس واتنين كاتشاب وجلافز. ومناديل. بس مش جايب بشوكة. دي هنا كده البطاطس. ودي الساندويتش نفسه همعلم عليه اللي هو الانيميل استايل. واخر حاجة العلبة دي. بافلو دايما بيجيب لك العلبة دي بقى فيها خيار مخلل وطماطم وبصل وحتة كابوتش هكده. هي ممكن لسبب من الاتنين يعني. اول حاجة لو انت ما بتحبش الحاجات دي في الساندويتش فما تحطهاش ما يبقاش ايه غصبك عليها. تاني حاجة لو اتحطت مع الساندويتش ممكن حاجات دي تتبل شوية. فهو مديها لك كده عشان تبقى ايه فرش ومسكة نفسها. انا مش هيكتش بس هنا بتاعة الشيكن فيلا دي فيها جلافز ولا? هو لاف في الكاتشاب بالجلافز. يعني الاتنين مع بعض كده في لفة واحدة. التلاتة بشكل عام الباكتشنج تها محترم جدا. يعني ممكن تقوله اللي بيميز بازوكة مسلا ان هو جايب لك كل سلو مع الساندويتش. شيكن فيلا وبفلا ونفهمش الكلام ده. شيكن فيلا هو جايب لك هنا الفرايز جايف طبعا. بافلو جايب هنا البطاطس بتاعته في باكت كده وفيه شوية منهم الدلداء وجوه الشنطة. لكن اللي بيميزه العلبة دي فتعالوا بقى كده نشوف التلات ساندويتشات جنب بعض كحجم والفراخ برضو من جوه شكلها عامل ازاي? التلات ساندويتشات اللي قدامنا هم ده بازوكة وده شيكن فيلا وده بافلو برجر. بالنسبة الحاج مواضح طبعا ان تشيكن فيلا هو اكبر واحد. وبعد ايه بازوكة وبعد ايه بافلو برجر. بس خلينا برضو حاطين في اعتبارنا ان بافلو برجر اكبر قطعة فراخ عنده ما بتزيدش عن مية وخمسين جرام. ده غير ان الساندويتش ده ما كانش فيه دبل. فهنفتح بقى كده التلات ساندويتشات ونشوف المكونات عاملة ازاي. بالنسبة القطعة الفراخ يعني هنا بازوكة قطعة الفراخ بتاعته كويسة. هنا بالنسبة تشيكن فيلا قطعة الفراخ كبيرة جدا ومالية الساندويتش كله. هنا بافلو برجر هي تعتبر اصغر قطعة فراخ. يعني حتى لو هو ساندويتش سينجل مش ضابل. فقطعة الفراخ بتاعته اصغر من قطعة الفراخ بتاع البازوكة. الفراخ في بازوكة وبافلو برجر اللي اتنين صدر. بعكس تشيكن فيلا ده طبعا مش منظر صدر. هما بيجيبوا هنا الفراخ يفرموها وبعد كده يعملوها على شكل الساندويتش ده. عشان تطلع بالحجم ده كله بالشكل ده. هنبدأ بقى باول واحد بازوكة. بازوكة دايما بيبهرني بالمسكة بتاعت الساندويتش دي بس بصراحة يعني حجم العلبة اكبر بكتير من حجم الساندويتش هي تريد ما تيجي تبص العلبة مباركة تحسين تدخل على حاجة ضخمة جدا. بس الساندويتش لأ وحجمه كويس وكبير بس مش ضخم قوي زي العلبة. ممكن يكونوا برضا عاملين العلبة دي بحس ان هي ايه للتلتة انواع اللي هو المية خمسين جرام والميتين والتلتة ومية. بحس ان هي تبع علبة واحدة للتلتة احجانة. الساندويتش بيتكون من الونيون رينجز وكتع التوركي مدخن وفراخ. طبعا احنا عندنا هنا سدرين فراخ. وطماطم وخص وخيار مخلق. وجبنا سايحة. بسم الله. انا مش عارف هجيبها منين. مش العيش هنا مبدئيا ما بيفرولش يعني ما هواش عيش بيت هو عيش طازة. وقطع الفراخ هنا التدبيلة بتاعتها مزبوطة كويس يعني. ولا هي قليلة. انت برضو حاسس بتعم الفراخ وانت بتاكل. يعني هما ما عندهمش عيب في الساندويتش فبيدرو بالتدبيلة وحطين تدبيلة كتير لأ. تدبيلة مزبوطة. فهنا بقى الجبنة مع الخص مع الطماطم مع الونيون رينجز مع التوركي المدخن مع الفراخ طبعا. عاملين شغل حلوي. يعني الميكس بتاعه ولطيف جدا. بس الونيون رينجز ليه عليها تعليق يعني اوانا بكلها انا ما حسيتش قوي بتعمل بصل. يعني لو كنت عامل قبل كده ريفيو عم بازوكة. يعني ما شافش الرفيو ده يبقى يدوس على الاي اللي فوق دي. الونيون رينجز بصراحة كانت احسب من كده. يعني مش حيطة بصل بحالتها كده زي ما هي. لأ. ما تفهموش بقى هما فرموا البصل ده اللي عملوا ايه بالزبط. فهو السندوتش بشكل عام حلو. خلينا بقى ايه نشون برضو البطاطس وكل سروع عمليه ازاي. ده دي هنا كمية البطاطس. هيا بطاطس فرم فريتس عالية. مش حطين عليها بوهارات. بس شغلها كويس. ايه كل سروع عندهم حلو قوي. خش بقى على تشيكين فيلا. تشيكين فيلا بصراحة التقاول ما بتفتح السندوتش كده يعني حجمه يخدك يعني حجمه فعلا ضخم قوي قوي يعني. المكونات هنا عبارة عن قطعتين الفراخ وتركي مدخن. وتلات حلقات بصل كبار وصوص باربي كيو وخاص. خلينا بقى كده ايه ندوء ونشوف. بسم الله. السندوتش ده برضو العش بتاعه وطازة ما هواش بيت. بس هنا بقى قطعة الفراخ يعني ايه زي ما رأت لكم هي مالية السندوتش كله. التدبيلة بتاعتها باينة اكتر من بازوكا. يعني التدبيلة بتاعت بازوكا هي كويسة وكل حاجة. بس هنا التدبيلة زيادة سنة. وبصراحة طعمها احلى يعني طعمها عجبني اكتر من بازوكا. والفراخ هنا برضو محشية جبنة من جوة. بس ما هيش كريسبي زي بازوكا. يعني بازوكا لما تيجي تاكل الفراخ بتاعت وتحس ان هي كريسبي. حاجة زي فراخ بتاعت كينتاكي كده. انما هنا لأ الموضوع مش كده. الونون رينجز هنا بقى احسن بازوكا بكتير. كحجم وكطعم. هنا انت حاسس بطعم البصل. ان زي ما ورأت لكم هو فعلا بصل. بازوكا لأ يعني انت مش حاسس بطعم البصل اصلا. فتوليفة السندوتش دي والمكونات الموجودة جواه تحسها مظبوطة اكتر من بازوكا. او مش حكاية مظبوطة اكتر وبتاع بازوكا برضو حلوة كل حاجة. بس هنا تحس ان ده بقى ايه السندوتش اللي انت تاكله ويمزجك. مش اللي انت تاكله عشان تشبع لأ ده هنا يمزجك قوي. والباربكيو سوس هنا عامل شغول جامد مع الجبنة اللي محشيها جواه الفراخ. فالسندوتش على بعض بصراحة عجبني اكتر من بازوكا. نشوف بقى كده البطاطس. البطاطس هي ايه? بقى ان البطاطس جامد. حطينا عليها بغارات ومديها طعم حلو كده. غير البطاطس بتاع البازوكا. البطاطس بتاعته تحسها فرنش فرايز عالية جدا. نخش بقى على اخر واحد وهو بفلو. ده هنا الانيمال ستايل. العانيمال ستايل ده موجود عندهم بيف. بس انا جبته وزودت عليه القطع التوركي مدخن. بفلو برجر قطعة الفراخ عنده ما بتبقاش اكتر من مية وخمسين جرام. بس ده لا ينفي ان قطعة الفراخ عنده اصغر من قطعة الفراخ بتاع البازوكا. بتاع بازوكا اكبر. السندوتش ده بقى بيتكون من قطعة الفراخ. والأونيون رينجز. وبيف بيكن. ومايونيز. وصوص جبنة. وقطع بصل. وصوص الانيمال ستايل. مفروض ان انا كنت تايله ان هو يزود لي قطع التوركي مدخن اما حطت لي بيف بيكن. يعني حاجة تانية خالص. بس مش مشكلة. ندقوا بقى كده ونشوف. العيش هنا هو طازة ومش بيت. الفراخ بقى التدبيلة بتاعتها يعني ضعيفة جدا تاكاد تكون مش موجودة. يعني اقل من بازوكا كمان. هو هنا زي ما تقول انت بتاكل فراخ صريحة. يعني هو هنا مش معتمل على التدبيلة. صوص بقى الانيمال ستايل ده يعني يتحسه مدي على مستردم سكاري. فطعمه بصراحة كده غريب ومعجبنيش. الونيونيز هنا برضو كويسة. البيف بيكن كويس. بس زي ما تقوله اللي طعم وباين قوي في الساندوتش ومحطوط كتير. صوص الانيمال ستايل. متهيق لي وده برضو زوء الشخصي. لو كانت بدل بصوص بربي كيو. لأ الدنيا كانت تبقى احسن كتير. بس برضو التدبيلة بتاعت الفراخ ضعيفة جدا. يعني كان مفرونية تبقى باينة اكتر من كده شوية. نشوف بقى كده البطاطس. البطاطس هنا هي فارم فريتس عادية جدا بس البغارات اللي محطوطة عليها حلو قوي. يعني احنا كم بتاعت شيكين فيلا. طيب نظرة عامة كده على التلاتة اكبر حجم زي ما انتو شفتو هو تشيكين فيلا وبعدي بازوكا وبعدي بفالو برجر. بالنسبة لتدبيلة الفراخ احلى واحد كان شيكين فيلا وبعدي بازوكا وبعدي بفالو برجر. انما لو هنتكلم كخيم ومقابل سعر احسن واحد هو بازوكا. يعني جاي معاك كل سلو ده غير ان الساندوش نفسه طعم وحلو والتدبيلة بتاعته كويسة ما هيش احسن حاجة بس كويسة. انما انت لو عايز تتمزج اكتر ادفع زيادة شوية وهات شيكين فيلا. شيكين فيلا هيمزجك قوي. يعني احلى بازوكا. اما بالنسبة البفالو هو اقلهم حجما واقلهم كتنبيلة وعليهم سعرا. يعني انا ساعة ما جبته انا ملقيت سعره عالي قوي كده قلت هو اه بوكي مش بالحجم بس اكيد طعمه هيبقى روعة. لأ ما حصلش. احنا مش هنتكلم عن الميكس احنا هنتكلم عن الفراخ. الفراخ التنبيلة بتاعتها فعلا انت كد تكون مش موجودة. اقل واحدة فيهم. بفالو برضو يعني اغلبية المانيو عنده مش فراخ. فممكن تقول انه هو مش متخصص فراخ قوي. يعني زيما تقول ايه دي مش الحتة بتاعته. انما تشيكين فيلا هو فراخ بس. بازوكا عنده جزء بيف. يعني عنده ترام بتاع اربع سندوتشات بيف. والباقي كله فراخ. فبرضو هو متخصص في الفراخ اكتر من البيف. فزي ما قلت لكم احلى واحد في الطعم تشيكين فيلا. انها بازوكا هو قيمة مقابل سعر. انها بفالو هو يعتبر اقل واحد فيه. فانا اعتقد لو دخلت بفالو في مقارنة برجر بيف هيبقى موقفه اقوى من مقارنة دي بكتير. وده كده كان الفيديو بتاع النهاردة. اي واحد عنده اقتراح عن فيديو عايز يشوفه يكتبولي في الكومنتات او اي مقارنة عايز يشوفها برضو. تنسوش بقى تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة. شوفكم ان شاء الله الفيديو جاي. سلام.